هروح مع حضراتكم بقى لفكرة الحكام الأجانب حضراتكم عارفين أنه الأهلي طبعاً الأهلي بالتأكيد يعني ما عنديش شك رغم الأخطاء اللي حصلت واللي أثرت على مسايدة النادي الأهلي في مشوار الدوري ما عنديش شك أنه النادي الأهلي يدعمت منظومة التحكيم المصري ده شيء ما فيهوش نقاش ولكن عشان كان مفترض يعني وكنت أتوقع أن يكون فيه استعاب للفكرة عشان نفرغ حالة الشحن وعشان نشيل منظومة التحكيم من ضغط الشبهات في بقية مشوار الموسم فبتكلم على سوبر مصري وبتكلم على كاس مصر كان من المنطقي شوية أعتقد أنه وكان من الحكمة قبول طلب النادي الأهلي بأنه يتم استقدام حكام أجانب لمطشاطه فيه منافسة كاس مصر طبعاً اتحاد الكرة قال أنه فيه بند في اللايحة بيسمح لأي نادي أنه يطلب استقدام حكام أجانب طالما الطلب ده أعتقد قبل مدة زمانية 14 يوم وطالما هيتحمل تكلفة الحكام الأجانب اللي هيجوا يحكموا المباراة دي لكن قال كمان أنه في اللايحة فيه نفس البند بيقول أنه لابد من موافقة اتحاد الكرة واتحاد الكرة رافت فكرة استقدام حكام أجانب ومصر على منح الثقة كاملة للحكام المصريين أرجو أنه بس ما يحصلش شيء يزيد من الطين بلا يعني أعتقد أنه الضغط اللي بيتحط ما بيتحطش على النادي الأهل الضغط اللي بيتحط بيتحط على الحكام المصريين وأرجو أنه هما يكملوا المشوار إذا كانوا حيلعبوا أو هيحكموا مطشط الكاس يكملوا المشوار بمنتقى السلاسة بشكل يخلينا نتجنب أي نوع من الأزمات أو المشكلات لأنه بمنتهى الصراحة ومنتهى الأمانة جماهير النادي الأهلي أصبح ما عندها الصبر ولا عندها مساحة لتقبل أخطاء كانت متعمدة بالتأكيد أو حتى لو كانت غير متعمدة أو غير مقصودة